ومنذ تأسيسها اتخذت منظمة التعاون الإسلامي خطوة عديدة للدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة ومواجهات جميع أشكال ممارسات التمييز ضد المسلمين للتوقف عند نشأة وتركيبة ومهام هذه المنظمة نرحب نجاة بتفسد نجاة مساء الخير مساء الخير محسن أهلا بك ومساء الخير لكل مشاهدين الأفاضل إحداث منظمة التعاون الإسلامي جاء بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط يوم الخامس والعشرين من شهر شتنبر 1969 كرد على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة من أبرز أجهزة المنظمة القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والأمانة العامة ولجنة القدس إلى جانب ثلاث لجان دائما تحن بالعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة والإعلام والثقافة تجتمل المنظمة أيضا على مؤسسات متخصصة تعمل تحت لواء المنظمة ومنها البنك الإسلامي للتنكة والمنظمة الإسلامية للتربكة والحلوم والثقافة الإسسكو منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة إذ تضم في عضويتها 57 بلدا موزعة على أربع قارات وتمثل منظمة التعاون الإسلامي الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتعمل على حماية مصالحه وتحبير عنها دعم للسلم والانسجام الدوليين وتحزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم أول مؤتمر إسلامي لوزراء خارجية تم عقده في جدة عام 1970 وقرر المؤتمر إنشاء أمانة عام يكون مقرها في جدة ويرأسها أمين عام المنظمة أما فيما يخص مثاق المنظمة فقد تم اعتماده في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في عام 1972 ووضع الميثاق أهداف المنظمة ومدى مبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء ولمواكبة التطورات العالمية تم تحديل ميثاق المنظمة لاحقا فكان اعتماد الميثاق الحالي في قمة ذكاب السنغال عام 2008 ليكون الميثاق الجديد حماد العمل الإسلامي المستقبلي ومن أجل معالجة التحديقات التي تواجهها الدول الأعضاء في القرن الحالي وضعت الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي في مكة عام 2005 خطة على هيئة برنامج حمل عشري وقامت المنظمة بصياغة برنامج جديد بين 2016 و2025 يتضمن أزيد من مائة هدف وثمانية عشر مجالا بينها القضية الفلسطينية والسلم والأمن والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بهدف حماية المصالح الحيوية لما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في العالم والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها شكرا على وفائكم مشاهدين الكرام عودة إليك محسن لك نجاة أبو تفسوت ترجمة نانسي قنقر